خليني قبل ما أسمع برد النواب هنا أشوف وجهة نظر المياة يعني وجهة نظر المياة هل دا يعني استراتيجيا لا مفر منها حماية للمياه؟ أنا عادي أقول حاجة بس وقل به يعني موضوع قرار تحديد مساحات زراعة الرز ليس بجديد هذا القرار تحديد مساحات الرز ده من قبل السد العالي وهو موجود مختص به وزارة الأشغال العمومية من سنة 53 ولما جهد قانون لسنة 74 وسنة 84 أه بس الناس بتزرع لا بس كان يحدد مساحات معينة تتزرع وأماكن معينة ليس هذا بيبدع على الإطلاق ليس هذا بيبدع على الإطلاق هكامل لحضرتك هكامل لما عليك القانون 12 لسنة 84 فيه لوزير الرأي أن يحدد مساحاتها لتزرع بمحصول الرز ومن سنة 84 حتى الآن كل سنة بيزر القرار بتحديد مساحات الرز وبتتحدد بشكل ترقى أولا مبدئيا عشان نفس الحاجة القانون بتاع مبارح اللي نوخش في مجلس النواب تعديل القانون يتبع وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرأي يعني المقدم من الحكومة في ممثلة في وزارة الزراعة وليس وزارة الرأي لأن القانون بتاع وزارة الرأي لسن مزاج دون رأي عن الجوانب بالشكلة لأن اللي بيهم الوقت الفلاح اللي قاعد بيقول لك أنا في النهاية تعقبت والمواطن مهموم بحاجتين بالغيئة هكامل بس الديني بعد إزدى حداك فرصة لأن الموضوع فيه تفاصيل فنية صغيرة مش هتول أولا إحنا فيه حاجة يعني فيه لجنة فنية علمية من عشرات السنين محددة الأسس التي يتم أساسها تحديد مساحات الرز ليست وزارة الرأي لوحدها ده لجنة مشتركة من وزارة الرأي وعلماء مصر كلها محددين بالكلام خلانا نشوف نتخيل الدلتة بالكامل الشريحة الشمالية بالكامل من الدلتة دي بيسموها المنطقة الأولى دي بتشمل شريحة من ضمنها محافظة كفر الشيخ واسكندرية وضمياط ومحافظة بدور السعادة الشريحة الشمالية بعروفة الشريحة اللي تليها في الجنوب اسمها المنطقة الثانية الشريحة اللي تليها اسمها المنطقة الثالثة احنا السنة دي بما انه عندنا عجز في المياه نتيجة زيادة عدد السكان ونتيجة زيادة مية الشرب ونتيجة الظروف اللي احنا مقبلنا عليها كدولة وبصفة عامة وليس علشان سد النهضة علشان برضو نبقى متفقين لا نتيجة زيادة عدد السكان وانخفاض حصة المواطن المصري وده بيتم كل سنة بالتدريج فكرنا في تحديد مساحة الرز بسبعمائة الف فدان 가져오� Desktop 725 الف فدان قريبا فاخدنا الشريحة الاولى الشمالية بالكامل طب ال700 الف فدان احنا عندنا ك payem 2 مليون ام3800 مليون 800 مليون 800 ايه السنين اللي فاتت السنين اللي فاتت مليون 76 السنين اللي فاتت 3 سنين اللي فاتوا مليون 76 ما قبل ذلك 947 ما قبل ذلك 850 هذه قرارات تصدر أنا أتكلم على القرار القرار اللي تملكه وزارة الراي مليون ستة وسبع بس الناس كنت بتخالف طويلة السنوات على فكرة الناس مش هتبطل تخالف برضو عشان ما يبقى فيه سجن مننا إذا كان هو تم تشريد سجن ليس على القانون بتاعنا سجن ليس وجوبي السجن ليس خاص بالمادة بتاعتنا السجن ليس خاص بالمادة بتاعتنا اللي عندنا غرامة بس اللي عندنا احنا كوزارة الراي طيب نحرر المحضر من خلفة طبقا المادة تامينة وتلاتين من القانون 12 سنة ستة وطبيعة أربعة وتمينة وليس القانون معظمين خلينا عشان يعني ما ندخلش اوه في الجنة طيب الوقت احنا عاملين ده ليه دلوقت احنا عاملين ده علشان نواجه احتياجاتنا المائية يعني ممكن جدا ازرع رز بزيادة كل الرز بيكلف على الدولة حوالي 40 جنيه بما ان احنا كدولة بنحل مية بحر تمام انا ازرع رز والفلاح يعني كاين الدولة بتدعمه بمبلغ كبير جدا اللي هو فرق السعرين ولا قد مية شرب ازرع رز ولا قد مية شرب ايهم اولى في النهاية ال725 الفدان دول فيه طرق جديدة للانتاجية الممكن جدا الانتاجية تصل الى 5 و 6 طن الفدان تغطي مساحة الانتاجية بتاعت المليون يعني الانتاجية من ال725 ممكن تغطي الانتاجية من المليون بشوات تغطي مساحة الانتاجية